السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا عن الحركة الدورية من كتاب ثاني ثانوي فيزياء قبل ما أبدأ الفيديو الكل يشترك في القناة عشان ونصلكم كل جديد وفي تحت رابط التليجرام والتويتر والانستجرام الكل ضروري يروح ينضاف عندهم بإذن الله هذا الدرس سهل جدا أول شي عندنا حركة الدورية عندنا مثال عليه أول شي البندول الساعة يتأرج ذهابا وإيابا هذا أول مثال ثاني مثال فيزي مثبت بنابضة إلى الأعلى وإلى الأسفل طيب ما معنى الحركة الاحتزازية أي الدورية هذه الحركات التي تتكرر في دورة منتظمة يعني هذا المثال وهذا المثال هي حركة تتكرر بدورة منتظمة يعني يعيد تتكرر يعني مثلا هنا هذا القلم الحركة هنا نرجع نحرك بنفس نفس المكان إذن هذه اسمها دورة منتظمة ترجع تتحرك مثل ما كانت عندنا هنا شيء اسمه الحركة التوافقية البسيطة إيش يعني الحركة التوافقية البسيطة أي الخوة التي تعيد الجسم إلى الوضع الاتزانه ترضيا مع إزاح الجسم فإن حركتنا تتسمى هذه الحركة كيف يعني؟ يعني هذه الحركة هي تعيد الجسم إلى موضع اتزانه وأيضا تتناسب ترضيا مع إزاحة هذا الجسم طيب هناك كميتان تصفان الحركة التوافقية البسيطة لنصف هذه أول شيء هي الزمن الدوري ويرمز لها بالرمز T وثاني شيء هي سعة الاهتزاز ويرمز لها بالرمز A ما معنى الزمن الدوري T وما معنى سعة الاهتزاز A الزمن الدوري T هو الزمن الذي يحتاج إليه الجسم ليكتمل دورة كاملة لازم ننتبه إن هي دورة كاملة أما سعة الاهتزاز أي A هي أقصى مسافة يتحركها الجسم مبتعدا عن موضع الاتزان هذول التنتين إيش همه؟ كميتان تصفان حركة إيش هذه الحركة؟ عندنا هنا قانون اسمه قانون هوك ما معنى قانون هوك؟ ينص على أن القوة التي تؤثر بها النابض تتناسب طرديا مع مقدار استطالته إذن قانون هوك القوة التي تؤثر فيه تتناسب طرديا مع مقدار استطالته مقدار استطالته طرديا مع القوة ما هو القانون؟ هذا قانون هوك F تساوي سالب KX طيب دعونا نعرف هنا السالب ما نستخدمها سالب يعني في المعادلة لو نعوض ما نغير الرقم نحط له سالب لا الحين يفرجيك بالمعادلات بس هنا هذا بس يفرجيني اتجاه الشي وهذا يفرجيني نوع مادة وهنا تعريف قانون هوك وهنا عندنا قانون طاقة الوضع PESP نص كاي أي نوع المادة X تدبيع الحين منعوض فيه ويسهل لنا فهم كل شي هنا عندنا سؤال واحد صفحة 122 نفس الشي نستخدم القانون يلي تونا تكلمنا عنه هذا هو سوينا القانون F تساوي سالب KX هذا قانون هوك وهنا مثل ما أنتم سايفين كاتبع عندي السالب بس القانون ما أستخدمها بعوض في المعطيات اللي معطيني إياها السؤال بطلع الجواب في المثل أني طالب مني X نفس الشي بحل سؤال اتنين بس هالمرة استخدمنا القانون الثاني تبع طاقة المرن بس أعوض في المعطيات هذا جدا سهل ويطلع لنا الجواب في الجون وسؤال ثلاثة هنا عندنا السيارة تعد طاقة الوضع المرنية عاملة مهمة في تصميم السيارات يعني في السيارات عندما نحن نصممها لازم يكون طاقة الوضع موجودة فيها تحتوي معظم المصات للصدمات هذا جدا مهمة لذلك تحتاج السيارات إلى طاقة وضع مرنية هنا عندنا شيء اسمه البندول البسيط ما هو البندول البسيط هو جسم كثافة عالية يسمى ثقل البندول معلق بخيط بطوله إذن هنا عندنا الزمن الدوري للبندول أعطانا قانون خيط البندول نرمز له بالرمز تسارع الجاذبية الأرضية نرمز لها بالرمز لاحظ أن الزمن الدوري للبندول يعتمد على هذه الأشياء ولا يعتمد على كتلة الثقل هذه جدا 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 مهمة هنا عندنا هذول السؤالين من صفحة ميتين وثلاثة وعشرين سؤال أربعة وسؤال خمسة دائما هنا الطول قلنا يكون L وأيضا T هو الزمن ويبغى إيش هنا إيش هو جي هي التسارع الجاذبية الأرضية وهنا عطانا الجاذبية الأرضية حتى يكون الزمن الدوري هنا يبغى L خلينا نحلها إذن هنا حطيت المعطيات عطانا G و L و T يبغى L هي عطانا L و T و يبغى G أحط في القانون هنا مين أنا جبت هذا القانون وين اشتقيت هذا القانون هنا أكتبوه عندكم لو يبغى T أستخدم من القانون اللي عطانا يا الكتاب بس لو يبغى G نشتق القانون من هذا القانون G أوضح لك G أربعة باي تربية L T تربية وهنا L T تربية G على أربعة تربية باي تربية بعد ما أعوض أحط هنا متر وهنا متر باي تربية لأن هنا G طالب مننا وهنا ننتبه لأنه طالب مننا أي طول إذن أحط متر